اشتركوا في القناة وكانت مصادر اعلامية متنوية قد اكدت ان صندوق الاستثمارات السعودي يحاول اقناع مدافع نابولي السابق كوليبالي بالانتقال الى الدور السعودي للمحترفين دوري روشنة خلال الفترة المقبلة واكدت صحيفة الميدان الرياضي السعودي ان كاريدو اعطى موافقته على اللاعب بقامس الزعيم الهلالي بداية من الموسم المقبل واضافت الصحيفة السعودية ادارة الهلال باتت في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع تيسي الانجليزي من اجل الضفر بخدمة السينيغالي في موسم الانتقالات الصيفية الحالية وانضم كوليبالي الى تيسي العام الماضي قادما من نابولي وخادم مع البلوز 32 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة استنادا الى بيانة موقع ترانسفير ماركت العالمي جادل بالذكر ان الشرطة الجزائي في عقد السينيغالي كاريدو كوليبالي سيكون العائق بين اللاعب ومسابقة الدور السعودي لا سيما ان عقد اللاعب يمتد مع البلوز تيسي حتى 2026 شكرا